سجلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة درجات حرارة منخفضة في مدن شمال ووسط المملكة حيث وصلت درجات الحرارة في طريف إلى درجتين مئويتين وفي تبوك والغريات ألت إلى أربع درجات مئوية أما في عرعر فسجلت خمس درجات وستا في حائل هذا وتتوقع الهيئة العامة أن تبدأ درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا في مناطق شمال وغرب المملكة مع توقعات بتكون الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل